اشتركوا في القناة اللي بيزين كل البيوت في مصر ويمكن بيكون علامة من علامات رمضان في مصر وموجود طبعا بأشكال مختلفة وموجود على البيوت من الخارج وموجود في الشوارع وموجود في كل مكان للحياة الفنوس وممكن يكون عنصر من عناصر الجذب السياحي لإخواننا العرب اللي بيجي زوروا مصر بيكونوا عايزين يشوفوا ويتعرفوا أكتر على شكل الفنوس وعلى ثقافة الاحتفال برمضان في مصر ايضا طبعا فيه أماكن بتكون فيها سهارات جميلة جدا في شهر رمضان ومن خلال خيام رمضان ومن خلال ايضا أماكن تاريخية واثرية يعني بيجي لها السياح العرب زي مثلا الحسين وغيره من الأماكن هنتعرف أكتر عن شهر رمضان وازاي ممكن يكون عام الجذب سياحي لمصر أو زي نقدر نجذب نستغل شهر رمضان واحتفالات مصر بشهر رمضان لأن احنا نجذب عدد من السياح في هذا الشهر الفضيل من خلال خبيرة السياحة وخبيرة التصويق السياحي الدكتورة إيمان الليثي مرحب بحضرتك دكتورة صباح الخير صباح الخير بحضرتك ومنورنا في الستوديو وكل صباحك طيبة وحضرتك طيبة عايزين نعرف من حضرتك إزاي ممكن نكون يعني نستغلج هذا الشهر الفضيل فإن احنا نجذب مزيد من السياح لمصر في هذا الشهر أولا كل سنة ومصر كلها طيبة وخير وسعادة وحضرتك طبعا بنتكلم عن سياحة الاحتفالات احتفالات الدينية وثقافة مختلفة تماما ثقافة دينية بكل أشكالها مصر مميزة جدا جدا في شهر رمضان عن الدول كتير جدا جدا أخرى يعني عربية وعلشان كده ده ممكن يبقى وسيلة جاسب السياحي الكتير جدا جدا من السياحة العربية وسياحة الأجنبية كمان لو وظفناها صح بنتكلم عن إن شوارع بيبقى الديكوريشن موجود الاحتفالات اللي موجودة المظاهر اللي هي مختلفة زي محرك قلت في نصر عمضان والزينة اللي موجودة في كل الشوارع احنا ممكن نوظف ده قوي لو استغلناه بصورة أفضل احنا عدنا شارع عظيم جدا جدا اسمه شارع المعيز شارع المعيز ده يعني الواحده ده مدحف مفتوح كمان في اكتيفيتس كتيرة جدا يعني بنشوف شباب وبنشوف ناس كتيرة جدا متواجدة مطربين بيغنوا يعني بيبقى أجواء جميلة جدا جدا في هذا الشارع انا رأيي إن ده يوظف قوي قوي شهر رمضان حتى لو عن طريق إن احنا بنبين الاكلات الموجودة في شهر رمضان ايه الحلويات اللي بتبتاك أو بتظهر في هذا الشهر ومخصصها في هذا الشهر الكريم يعني حاجات من نسمعها ثقافة الغذاء من الممكن جدا جدا نعمل لها تسويق سياحي بحيث إن احنا نعمل جذب أكتر لسياحة لسبب السياحة العربية طبعا يعني بتأكيد هتزيد كتير جدا في هذه الأجوال لأنهم بيحبوا ده عايزين يا إيشو ده أنا بتكلم عن السياحة الأجنبية تعنيني جدا جدا السياحة الخارجية السياحة دي تعنيني في إيه بقى أنا في شهر رمضان طبعا إن ده شهر الكريم معظيمة إحنا لنا مواعيد معينة في مصدر السياحة المصدرات السياحية ليها مواعيد مختلفة خالص عن بيتي السن فهو يعني مصدرات السياحة بتقفل بدري يعني كده ده مش حقدر أقول إن ده لصالح السياحة أنا حقول إن ده عقق للسياحة حاشو تمتع بالمصدرات السياحة بالضبط لأنه هو جاي أصلا يعني نومبر وان التارجت بتاعه للأماكن الأسرية التاريخية يهمه قوي قوي ده فهو لما هيجي هو عايز يعد أكبر وقت ممكن في الأماكن دي لكن هو هيجي في شهر رمضان حيلقي ده بالنسبة له مش هيوفر له الوقت الكافي في المصدرات السياحة فكتير جدا ما بيفضلش إن هو يجي في شهر رمضان أبتكلم عن الأجانب الأجانب مش العرب مش العرب العرب طبعا بالتأكيد لأنهما بيحبوا يشوفوا كل الأجواء رمضانية الجميلة اللي بتلفت نظرهم وبتجزبهم حقيقة طيب المحلات الصغيرة الموجودة في بعض المناطق زي الأزهر مثلا وبتكون فيها بعض المعروضات التراثية المصرية يمكن برضو دي ممكن تكون لها عامل جذب للسياحة آه بالزبط لا نحن نتكلم عن ناطق خلين خليلي والحسين خلين خليلي طبعا كماركت يعني كمكان مخصص لمنتجات الأدوية التراثية الأشياء الجميلة اللي هي مصرية ده مش ممكن أبدا هتوقف في رمضان أو في غير رمضان لكن طبعا أجواء في رمضان تبقى جميلة جدا جدا نتيجة موجود الجوامع في المنطقة المساجد كثيرة جدا صحيح فيه اكتيفيتس كتير ناس بتحرك كتير الكافيهات والمطاعم الموجودة في الناس بتحب قوي تقبل على ده ده طبعا ممكن يبقى وسيلة من وسائل الجذب السياحي إنه أنت بتشوف الحياة اليومية مهمة قوية لأنه وسائح بس مش جاي يشوف منطقة أسرية هو جاي يشوفك أنت كمان عايز تعرف على ثقافتك على مجتمعك عايزين نشوف شوارع بتاعتك عايز يأكل أكل أنت بتاكله صحيح هذا طبعا بالنسبة لنا ندى نوظفه برضو يعني الديكوريش متعمل في الكافيهات الموجودة في منطقة الحسين أو في مناطق كتير جدا في القاهرة يعني ده ممكن يكون وسيلة جاسب إنه السائح عايز يقعد معك على الكافيه ده عايز يشرب من مشروبات الطيبكة اللي أنت بتشربها فده طبعا يعتبر برضو حرجعتاني ثقافة الغذاء ودي مهمة جدا جدا في السياحة برضا طيب بالنسبة للمساجد يعني مثلا مصر من الدول اللي فيها يمكن مساجد كتير جدا وبلد الألف مأدناء طبعا وممكن استغل هذه المساجد أيضا في السياحة وجذب السياحة العرب ولأجانب حتى كمان لأن فيه عندنا مساجد كمان لقال البيت زي مسجد الحسين مسجد السيد هزينة كل هذه المساجد كيف يمكن أيضا استغلالها في جذب المسجد السياحة يعني نحن التكلم عن السياحة العربية ممكن جدا أن يكون معزف لكن بالنسبة للسياح الأجنبية معظم الزيارات بتتعامل لجامعة معين هو القلعة طبعاً احنا بتكلم على الجامعة محمد علي ده هو أكتر مظهر الأظهر ممكن جداً نوظف الأظهر في الموضوع ده لأنه قريب جداً من منطقة خل خليلي يقبل عليها كتير جداً من السياح لكن طبعاً أقدر أعمل مثلاً بشكل معين أساعد أن يبقى فيه طور جديد مختلف وتقبل عليه السياح وتتعلم إيه هو شهر رمضان وأهمية وإيه بالنسبة لنا بطريقة جذابة جداً جداً ونتكلم عن تاريخ هذا الشهر إيه العادات وتقاليد دايماً بين الأهف هذا الشهر أنا أتمنى أن نحن نقدر نوظف الأظهر كمان في أنه يبقى فيه إقبال أكتر لزيارات الأجانب لهذا الجامعة العظيم وإن نحن نعمل معلومات كتيرة جداً عن هذا الشهر الفضيل وأهمية وإيه بالنسبة للمسلمين طيب الكلمنا نحن عن المحلات اللي موجودة في المناطق دي زي اللي موجودة في الأزهر مثلاً ومتبيع منتاجات يدوية منتاجات يدوية وحيات نحاسية وغيرها فكرة إن إحنا ممكن مثلاً نستغل وجود الصناع اللي هم اللي بيصنعوا الحيات دي بشكل يدوي بيتعبب وقعدين قدام المحل بتاعهم بيشتغل الحيات دي ممكن تكذب قوي يعني فعلاً دا شيء جميل إن أنت بتصدر دي بقية صورة إيجابية جداً إنت إيه المهن بتاعتك إيه هي الهن ميد الكرافتس اللي أنت بتعملها دا شيء جميل وده بدأ يعني الأسف يعني يقلي جداً عم استعال العالم تماندوتي منتاجات كلها بقيت كلها عن طريق ما كان صحيح السايح عايز شوف ده وفعلاً أنا بشوف ده في شارع المعايز وشوف ده في خان خليلي ومنطقة الأزهر نوظف ده أكتر يعني نوفر ده بصورة أكبر نبقاش واحد بس الوقت خلينا في كل المنتجات مش بس المنتجات إنها حسية إنت لو هتشعر في منتجات جلدية اعمل ده قدامه ووريله قد إنت بتعمل ده هنميد فكتير جداً جداً من السياح بتفضل إنها تشتري أي حاجة معمولة إيادة لأنها أفضل كتير حقيقي ففعلاً ممكن جداً وفيه كمان يا الدكتورة مثلاً السجاد كمان يعني حادينا برضو فيه سجاد وفيه محالات اللي بيتبيع السجاد السجاد برضو بيبقى عليه النقوشات وحاجات ممكن بتكون معبرة أكثر عن التراث المصري حقيقة احنا منطقة السجاد تحديداً هي منطقة سقار يعني سقارة والطريق لها كلها فيها مدارس اللي السجاد بيقوم بالعمل فيها الأطفال من صغرهم اللي هم عندهم تالنت وما تالنت دي وطبعاً الدولة بتحتم جداً جداً بيهم لكن في منطقة خليلي ده موجود بس مش بصورة كبيرة لكن ممكن برضو يطرح دوت في منطقة الحسين في منطقة خليلي ونعرض نحن عندنا منتجات وتنافس يعني انت ممكن تنافس تركيا وتنافس المغرب وست في إيران لأن انت بالفعل مش أقل منهم انت بتعمل منتجات أفضل بكتير جداً منهم وسعراً أفضل كتير جداً منهم فده أنا بشوف ان انت برضو ده شيء من منتجات الهائلة اللي ممكن تكون وسيلة جذب لصياح كانها وسيلة مختلفة دائماً طبعاً في شهر رمضان بيكتر الكلام عن الأكل والأكلات المختلفة اللي بيتم تقدمها وبتفنن يمكن المصريين بتفننوا في شكل الأكل اللي بيقدموا حيث الأكل بتاعنا نحن هل ممكن برضو الأكل ده يكون عامل جذب ان الناس تتعرف على الثقافة بتاعتنا بيخالي الأكل بتاعنا أكيد أنا عايزة أقولك إن في مجموعة من السياح أو في طبقة معينة من السياح بيتسافر علشان تتعرف على ثقافة الغزاء فقط لغير يعني ده فعلاً بدأ ينتشر في دول كتير جداً جداً وبيصدر ده البرا يعني لما بيعني الفيديو عن دوت أو عن طريق عن طريق التواصل اجتماعي بيتكلم عن إنه أكل إيه أنواع الأكلات اللي أكلها في مصر فبيوري لك قد إيه مصر يعني مهتمة جداً جداً بالمطبخ المصري مهمة قوي على فكرة وخاصة فيها الرمضان إن شهر رمضان مميز جداً ببعض الأكلات اللي هي موجودة بس في شهر رمضان وخاصة طبعاً السويتس الحلويات والكلام ده ده الأجنبي اللي ما بييجي هو زي ما قلت لحضركم هو مش عايز بس تعرف على أصل وتاريخ هو عايز يشوف مجتمعك ده بيأكل إيه بيشرب إيه مشروباتك التقليدية إيه اللي أكلات التقليدية عايز تعرف عليها فإحنا لازم كمان نهتم جداً بجودة المطاعم اللي بتقدم إيه كأكلات الأجانب لازم يكون في الجودة خصوصاً في مقاطع يرزوها يعني طبعاً لإيه لازم إحنا بنواجه الأجانب لأماكن معينة يعني فيها سيرفز هو فاهم الأجانب يعايز إيه بيتكلمه لغات مهم أقل المطاعم دي كلها تقدم منتجات شهر رمضان كمان لأنه هو قريدي في رمضان هنا هو رمضان تتكلمه علي يا جماعة ده موجود ده جزء من رمضان رمضان مش بس الأكلات طبعاً حاجات كتيرة جداً طبعاً طبعاً لكن ده جزء منها ودي برضو اسمها كولتورة كوليناريا يعني ثقافة غزاء مهم جداً جداً أجنبي يتعرف جاي يتعرف على كل شيء فطبعاً ده مهم جداً طب إحنا في التعامل بقى هل فيه ممكن يكون فيه نوع من أنواع الوعي اللي هي التعامل مع السياح لأن طريقة التعامل معهم بتفرق في جذب المزيد من السياح طبعاً أه إزاي بقى بوسي فان مصر حقيقي يعني مميزة جداً جداً منها عدد كبير جداً جداً من مشين سياحيين بتكلموا كل لغات وإحنا عندنا فاساليتي الحمد لله أن المصري بيتكلم أكتر من لغة بطلاقة شديدة جداً جداً فدايماً الكميونيكيشن ما بين السياح وما بين المصري بيبقى فيه سهولة جداً جداً وخاصة إن شركات سياحة دايماً بتهتم جداً بالكواليتي للجايد المرشد السياحي اللي هيقابل المجموعة واللي هيرافق المجموعة فتلاقيه دايماً موجود من أول منذوب اللي بيقابل السياح المرشد السياحي مدير شركة السياحة الكل بيتكلم لغات بطلاقة فطبعاً إحنا هنا بنصدر صورة إيجابية للسياح إنه يعرف عن ثقافة المجتمع يعرف عن تاريخ بلدي يعرف عن أهمية هذه الدولة العظيمة اللي فيها أقدم أثار على مستوى العالم فإحنا هنا فيه كوميونيكيشن السياح مش بس بيخرج بجود إكس بيليونس عن الأثار لا عن التعامل الكميونيكيشن وأنا بتكلم هنا كمان يا دكتورة أكتر كمان عن المواطن نفسه إن زي المواطن يتعامل مع السياح بحيث إنه يصدر صورة حلوة عن البلد من خلال تعامل السياح إن الساحب هو بميش يتعامل مع مواطنين عاديين حتى كمان غير المرشدين لأ لأنه المصري أصلا عنده يعني طريق تواصل وسهلي جدا إن أنت تقدر تعمل معه صدركة أو تتكلم حتى لو تتكلمش لغات أنت تقدر تتعرب منه حتى بالبادي توك لكن بادي لانجوش يعني توك أنا عايزة أقولك على حاجة دايما بيخرج الساحة ويقول أنا عجبني قوي قوي تعامل الناس معي أنا حبيت الشعب المصري شعب كريم شعب مضيف شعب طيب مش مقفول على نفسه بالعكس شعب مبتسم طول الوقت ده شيء مهم جدا جدا ده موجود طبعا أكيد في سلبيات بالتأكيد في سلبيات السلبيات دي زي إن إحنا نقدر نتخلص منها عن طريق الكنترول يعني لما يكون فيه ضبط وربط وقواعد في كل مكان فيه غرامة لو أي حد يعني تخطى حدوده مع سايح ووعي كمان ووعي طبعا عن طريقكم أنتو يعني التلفزيون أنتو دولتو همي جدا جدا على فكرة برامج اللي أنتو بتعملوها التوعوية دي همي جدا جدا ونزودها أكتر أكتر لأن السياحة بالنسبة لنا دي أهم مصر لدخل حقيقي يعني مباشر وغير مباشر فإحنا لازم نهتمي جدا بكل التفاصيل ومنها ناحية أن أنا أثقف شعب المصري إزاي أتعامل مع السياح شعب المصري حقيقي يعني لما بنهض ودي أماكن أسرية هو عايز تعلم وعايز يعرف لو تمينا أكتر بالنحية دي هنلاقي نتيجة ممتازة جدا نعلم الطفل أنه هو في الصغر في المدارس في المدارس بالضبط يكون فيه مادة معينة اسمها مادة السياح طوايا السياحة كيف تتعمل مع السياحة يعني واجباتك إيه للسياح واجباته إيه ليك أنت كمان لك حوانين واضح لا يفيه ضوابط يعني حط ضبط وربط كل شيء حيبقى في مكان صحيح حقيقي طيب دكتورة فيه أحيانا ومصر عملت الحكاية دي كتير أو حاصرت معها كتير في الفترة الأخيرة ييجوا شخصيات مشهورة ييجوا بلوجرز مثلا من السوشيال ميديا مشهورين ييجوا يتكلموا عن مصر أو يكونوا بيعملوا حاجة في مصر ويوستقوها هم من خلال زيارتهم لمصر حقيقي وينشوروا الصور دي الموضوع ده هل بيكون ليه مردود كبير فعلا على السياحة؟ طبعا جدا لأنه كل حد من المشاهير ليه فولورز يعني ليه ناس مخبيه ودايما بيتابعوا أخباره تخيله ما ييجي حد مشهور جدا ويحط صوره وفيديهات أنه هو في مصر في لقصره في أسوانه في كايرو في البحر الأحمر وانتقى الغرداء أو شرم الشيخ ورافر ده مهم جدا بالنسبة لنا لأنه أنت دلوقتي بتصدر صورة إجابين بلد أمان البلد فيها أماكن ومعالم صحية جزابة جدا بتجذب حتى أهم الناس وأشهر الناس طبعا بس إحنا بقى لازم نوظف ده بأنه نعمل دعاية كافية لده حد مشهور قوي بيجي حد مصمم أزياء مشهور بيعمل عرض أزياء في الهرم أو في سقر ليه ده ما يتوظفش بكل اللغات أنه هو يتصدر لبر أنه أنا بعمل دعاية نستغل لك دعاية بره كمان طبعا أنا مش بس يهمني جوا مصر جوا مصر السيحة داخلية أنا أهمني السيحة جاي من بره مصر فأنا لما أبتدي أن أنا أوريه مين هنا ومين جه ومين مبسوط في المكان ده ومين تتصور في المكان ده على فكر كتير جدا جدا عن طريق التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الاجتماعي بيبعايز يقلب ده يعني يجي أنا عايز أتصور في نفس المكان نتصور فيه هذا الشخص المشهور مثلا هذا الممثل العالمي طبعا ده مهم أخير صور وهو أنا شرح حتى على الوصال أنا عندك وسائل وسائل التواصل الاجتماعي دي إنستجرام الفيسبوك تويتر الحاجات دي كلها وسائل جاسب سياحي على فكر لأن دي ممكن توظف لك أو تساعدك كتير جدا في أن أنت يبقى عندك أكتر عدد ممكن من السياح لو اشترلتها صح لو وظفتها صح أنا حياة بشكر حديثك شكرا جزيلا دكتور إيمان الليثي خبيرة التسويق السياحي على يعني هذه المعلومات ونتمنى دايما أن مصر تغذب المزيد من السياح إن دا كله فيه خير لنا والبلدنا إن شاء الله وشكرا لك يا دكتورة تحياتي حسنا حضرتك ومشاهدين هذا الصباح مستمر معكم بعد الفصل